خلينا الروح الأول تيجاني بابانجيدا طبعا واحد من النجوم عاكس الهولندي ونجوم الجيل الذهبي لنيجيريا بكلمكم على جيل كان فيه الحقيقة عمالقة يعني نوانكوكانو وكوشا وبابانجيدا وطبعا وغيرهم من النجوم هيكون ضفنا النهاردة في السادسة من خلال فيديو كونفرنس طبعا بشكرك على وجودك معنا وبرحب بيك على شاشة النادي الأهلي في السادسة أهلا بكم جميعا خليني بالبداية أبتدي معاك بأرعة أمم إفريقيا اللي وقعت مصر ونيجيريا في مجموعة واحدة مع طبعا غينيا بسول سودان إزاي بتشوف حظوظ كل الفرق وإزاي بتشوف المواجهة بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا مباراة نيجيريا ومصر ستكون مباراة قوية جدا وسيكون الأمر صعب على فريقين كلنا نعلم أن التصفيات المؤهلة للأم إفريقياء هي صعبة جدا لأن الفرق الآن تضم لاعبين جيدين جدا كما الحال في مصر لديك محمد صلاح لديك الآن أيضا في نيجيريا لعبين رائعين كثيرين بمناسبة الكلام عن نجوم في الفرق أنت يعني بتعتبر واحد من نجوم جيل دهبي الحقيقة تقلق ولعب في أكبر الأندية ومثل نيجيريا وحقق إنجازات عالمية بشكل كبير من وجهة نظرك ليه تراجعت الكوة؟ مش عايزة أقول تراجعت لكن ليه ما كانش معندناش دلوقتي في منتخب نيجيريا نجوم من العارة تقيل ما بنشوفش كنا متعودين نشوف اللعبين النيجيريين موجودين في أكبر الأندية الأوروبية تراجع الموضوع ده نسبيا في الفترة الأخيرة أعتقد أن نيجيريا كانت محظوظة أن تملك جيلا ذهبيا الذي كنت ألعب فيه وأنتمي إليه كان لدينا لعبين يلعبون في أنديات قمة في أوروبا لدينا لعبين في إيسيميلين وبرشلونة وآيكس ومستردام وموناكو وأرسنل كان لدينا لعبين يلعبون في كل مكان في العالم لكن الآن الأمر أصبح صعبا جدا أن تجد لعب يلعب في أعلى مستوى الكرة القدم الأمر صعب أعتقد أن نيجيريا حازت على هذا الفريق الذهبي والأمر الآن صعب أن تكرر هذا الجيل الذهبي أن تحقق خمسة عشر لاعبا رائعا كما الحال في الماضي الأمر الآن أصبح يمكنك أن تحصل على ثلاثة أو أربع لاعبين من هذا المستوى الآن نيجيريا لأن تعاني وتمر بفترة صعبة من حيث الأجيال ونستطيع أن تكرر هذا الجيل الذهبي مرة أخرى على ما أعتقد خلينا أسألك بما أن مشوار تصفيات كاس العالم في أفريقيا على وشك أنه يبدأ من وجهة نظر بابانجيدا يعني من أقوى خمس منتخبات في قارة أفريقيا تتمنى أن هما يصلوا لكاس العالم عشرين واثنين وعشرين وهل ترى أن في منتخب أفريقي في الوقت الحالي من الممكن أن هو يروح لبعيد في مشواره في بطولة كاس العالم كما ترى أن معظم الفرق الأفريقية الآن هي في مرحلة تحول في مرحلة انتقال بين الأجيال نيجيريا وغانا والأمر صعب الآن لكن مصر الآن لديها جيل رائع لديها جيل رائع وإذا أردنا أن نقول أن هناك خمسة منتخبات سنجد مصر لا تخرج من هذه الخمسة مصر والجزائر الجزائر أيضا لديها منتخب لديه شخصية وكارزمة في الملعب ونيجيريا الآن لديها أيضا عيد من النجوم وأيضا غانا غانا تؤدي بشكل جيد أي نعم هو منتخب في مرحلة انتقالية ولكن منتخب قوي جدا وأيضا ربما الكاميرون أعتقد ثلاثة من اثنين أو ثلاثة من هؤلاء يستطيعون ورشح نيجيريا ومصر للوصول لأبعد نقطة في كأس العالم ومعهم أيضا الكاميرون والجزائر وغانا نتمنى طبعا مين يكرر بس خليني أخذك لنقطة تانية وده مرتبط بالفرق اللي بتشارك أو هتشارك في النسخة اللي جاية من كاس العالم أنا بكلمك على مدار مشاركات كتيرة جدا يعني بداية من تسعين أعتقد التفوق الواضح والنسخة المميزة للمنتخب الكاميرون تمانية وتسعين كان عندنا نسخة محترمة جدا للسنغال وعلى مدار أجيال مختلفة عندنا نجوم في الكرة العالمية وصلوا لأعلى المراكز ولعبوا في أكبر الأندية بكلمك على طبعا جيلكم في نيجيريا عندنا جيل زهبي يايا توري دروكبا في كود ديفوار عندنا سامويل إتو في الكاميرون عندنا إيسيان في غانا عندنا طبعا نجوم حالية حكيم زياش رياض محرز محمد صراح لكن رغم امتلاك الكرة الأفريقية والمتخبات الأفريقية اللي نجوم لعارة تقيل إلا أنه دايما بنجد أن المتخبات دي بتعاني في بطولة بحجم كأس العالم على العكس من الأولمبياد مثلا أعتقد أن عقلية اللعب الأفريقي تفرق في كأس العالم وتكون هي العاملة المؤثر أعتقد الأمر ليس معتمد على لعب أوث نين الأمر الآن أن تلعب مباراة تنفسية ويكون اللاعبين لديك على مستوى المباراة أعتقد في وقت ما كنت ألعب كان الأمر مختلف الآن اللاعبين الأمر يختلف إذا كنت تلعب خارج الأرض أم داخل الأرض لدينا مشكلة مع العقلية الأفريقية إذا نظرت إلى الفرق الآن ستجد الأمر أصبح صعبا على العديد من الفرق إذا أخذت منتخب يلعب خارج الديار سيكون الأمر من الصعب عكس الفرق الأوروبية الأمر الآن أصبح خارج الديار كدخل الديار بابانجيدا خليني أسألك على مستوى اللاعبين يعني مرحلة ميسي رونالدو تكد أنها تشك على الانتهاء بعد المرحلة دي هل بترى لعب أفريقي من الممكن أن ينفس على أفضل لعب في العالم أو على أفضل لعب في أوروبا في عندية أوروبا تجاني بابانجيدا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة